النهاردة هناخد الحصة الرابعة في الجبر وهناخد فيها درس الدالة الدالة عادة بنرمز لها بأي حرف ممكن حرف الدال حرف اليه حرف الره لكن المشهور معانا حرف الدال دال دالة درس الدالة ده معتمد على درس العلاقات اللي خدناه الحصة اللي فاتت نفس اللي عملناه بدرس العلاقات هنعمله هنا لكن هيزيد مطلوب تعال نشوف نفس صغط السؤال مدك المجموعة سين فيها واحد واثنين واربعة ومجموعة سات فيها اتنين وثلاثة وخمسة وست يقولك وكانت عين علاقة من سين الاصات حيث ألف عين به تعني ألف زاد به سوى سبعة دي العلاقة المطلوب الأول عايز بيان عين وعايز من السلة بمخطط سهمي ومخطط بياني ده كده اللي خدناه الحصة اللي فاتت المطلوب الزيادة بيقول لي هل عين دالة ولماذا ولو كانت دالة عايزين ثلاث حاجات منها عايزين حاجة اسمها المجال والمجال المقابل والمدى تعافل أول نجيب بيان العلاقة زي ما كنا بنعمل الحصة اللي فاتت ومديك المجموعة سين فيها واحد واثنين واربعة المجموعة سات فيها اتنين وثلاثة وخمسة وست العلاقة بتاعني ألف زياد بيه يسوي سبعة قلنا الألف اللي هي عناصر السين والبه اللي هي عناصر الصاد ألف زياد بيه بسبعة يعني لما تجمع عنصر من سين مع عنصر من صاد لازم يديك سبعة تعال تجرب نمسك الواحد نشوف الواحد هنجمعه مع ايه من هنا عشان يديني سبعة واحد واثنين تلات ما يسويش السبعة يبا ما ينفعش واحد وتلات اربعة ما يسويش برضو السبعة واحد وخمسة ستة ما تنفعش واحد وستة سبعة طالما حاجة اكتشارت يبا دي هناخدها معانا واحد وستة عشان مجموحهم سبعة طب تعال ندخل في الاتنين نجرب اتنين واثنين اربعة ما تنفعش اتنين وتلاتة خمسة برضو ما تنفعش اتنين وخمسة سبعة يبا هناخد الاتنين معا الخمسة عشان مجموحهم سبعة آخر عدد معانا الاربعة اربعة واثنين ستة ما تنفعش اربعة وثلاثة سبعة طالما حججت العلاقة اللي هو مدها لك يبقى هناخدها معانا طبعا تقدر تحلها على طول من غير ما تعمل الكلام ده شوف العددين اللي يديك سبعة هنعارفين واحد وستة سبعة اتنين وخمسة سبعة اربعة وثلاثة سبعة يبقى تحلها مباشر يبقى اول حاجة العلاقة هناخد الواحد مع الست وهناخد الاتنين مع الخمسة وهناخد الاربعة مع الثلاثة شمعنا خدت دول عشان لو جمعت سين وصادي يديك سبعة كده جبنا بيان العلاقة عايزي مسلها مخطط ساهم ومخطط بياني مخطط الساهم بنعمل فيه مستطيلين المستطيل الاول للمجموعة سين والمستطيل التاني للمجموعة صاد وانا كاتب عناصر سين وعناصر صاد هنا هنمسل العلاقة بس اول زوج واحد وستة فاطلح ساهم من الواحد رايح للست تاني زوج اتنين وخمسة طلح ساهم من الاتنين للخمسة اربعة والتلاتة طلح ساهم من الاربعة للتلاتة كده احنا مسلناها بمخطط ساهمة عايزي مسلها بمخطط بيانة بعمل مستطيلين واحد اوفقي واحد رأسي الاوفقي بخليه للسين والرأس بخليه للصاد برضو عن مسل العلاقة بس واحد وستة عند الواحد اطلع للستة وحطه نقطة اتنين وخمسة عند الاتنين اطلع للخمسة وحطه نقطة اربعة والتلاتة عند الاربعة اطلع فوق لحد التلاتة كده احنا مسلناها مخطط بيانة كل ده كنا جيلينه في حصة العلاقة ايه الزيادة المطلوب التاني بيقول لي هل عين دالة ولماذا اعرف منين ان العلاقة دي تمثل دالة ولا لا تمثل دالة نقدر نعرفها بتلات طرق الطريقة الاولى نعرفها من العلاقة نفسها بص العناصر سين دي لهم الواحد والاتنين والاربعة هتلاجينا اكتبناهم في المسقط الاول هدي الواحد والاتنين والاربعة هتلاجي كل عناصر سين مكتوبة في المسقط الاول ومكتوبة مرة واحدة بس مفيش عنصر اتكرر مرتين يعني الواحد موجود مرة واحدة مش متكرر والاتنين مكتوب مرة واحدة في المسقط الاول والاربعة برضو مكتوبة مرة واحدة في المسقط الاول يبقى نعرف عين دالة ولا مش دالة لما اللاجي كل عنصر في حناصر سين موجود مرة واحدة بس كمسقط اول لو لاجيت ان الاربع دي مثلا متكررة مرتين فهنقول عليها ليست دالة او لو لاجيت الاتنين متكررة يبقى ليست دالة او لو لاجيت الواحد مثلا مش موجود خالص برضو يبقى ليست دالة لازم كل عناصر سين تبقى مكتوبة مرة واحدة بس كمسقط اول ده اول طريقة طريقة التانية نقدر نعرفها من المخطط السهم المهم عندنا عناصر سين هتلاجوا كل عنصر من سين طالع منه ساهم واحد بس لعناصر سا كل عنصر من سين طالع منه ساهم واحد بس الواحد طالع منه ساهم واحد الاتنين طالع منه ساهم والاربع طالع منه ساهم المهم عندنا عناصر سين لو لجيت الواحد مثلا طالع منه ساهمين يبقى ليس الدق الا او لو في عنصر من دول مش طالع منه قسم برضو يبقى ليس دالة. المهم كل عنصر يطلع منه سهم واحد بس. دي تاني طريقة بالمخطط السهم. اخر طريقة من المخطط البانى. اللي يهمن عناصر سين. هتلاجئ كل عنصر من سين العمود اللي فقاهه فيه نقطة واحدة بس. الواحد فقاه نقطة واحدة. الاتنين في العمود بتاعها فيه نقطة واحدة. الاربع العمود بتاعها برضو فيها نقطة واحدة. يبقى انت تقدر تعرف العلاقة دالة ولا مش دالة بالتلات طرق دول. تشوف عناصر سين لازم يكونوا ظاهرين كمسقط اول مرة واحدة بس. او الطريقة التانية كل عنصر من سين يطلع منه ساهم واحد بس. او كل عنصر من سين يبقى فاجين وقتة واحدة بس. فالمطلوب التاني بيقول لك هل عين دالة ولماذا? هنا هنقول له عين تمثل دالة. هو عايز يعرف السبب نكتب له اي سبب من التلاتة دول. نقول له مسلا ان عناصر سين ظهرت كمسقط اول مرة واحدة بس. تكتب كده لان كل عنصر من عناصر سين كل عنصر من عناصر سين ظهر كمسقط اول مرة واحدة فقط. كل عنصر تكتب مرة واحدة بس. ما فيش عنصر ناجس ولا في عنصر تكتب مرتين. او ممكن لو عايز تكتبها بطريقة تاني تقول له انه كل عنصر من سين طلع منه سهم واحد بس. خرج منه سهم واحد بس الى عناصر سات. اخر مطلوب عايز حاجة اسمها المجال والمجال المقابل والمدى. ودول سهلين. المجال اللي هي عناصر سين. المجال المقابل اللي هي عناصر سات. المجال اللي هي كل عناصر سين. اللي هم الواحد والاتنين والاربعة. يبقى المجال واحد واتنين واربعة. المجال المقابل كل عناصر صاد. اللي هم اتنين وثلاثة وخمسة وستة. اتنين وثلاثة وخمسة وستة. اما المدى ده بيكون جزء من صاد. جزء من المجال المقابل. طب يعني اجيبوا منين المدى? المدى اللي هو مجموعة صور صين. مجموعة الصور. الواحد صورتها الست. واللي اتنين صورتها الخامسة واللي اربعة صورتها التلاتة. يعني باختصار المدى اللي هي المساقة التانية في العلاقة. خد المساقة التانية اللي هما الستة والخمسة والتلاتة. يبقى المدى اللي هو مجموعة الصور او المساقة التانية في العلاقة اللي هما الستة والخمسة والتلاتة. تقدر تعرفها بطريقة تاني. تجيبها من الصاد. شوف العناصر اللي طالع لها سهب. اللي اتنين مش طالع لها سهب. التلاتة طالع لها سهب. والخمسة والست يبا انت المدى بتجيبه من عناصر صات الحاجات اللي طالع لعسا او ترايح دماغك وتاخد المساقط التانية هنا في سؤال بيقولك المدى جزء من نغط المدى دي بنجيبه منين بنجيبه من عناصر صات اللي هو المجال المقابل فالمدى بيكون جزء من المجال المقابل كده نقدر نقول ان احنا خلصنا درس الدالة مفوش افكار تاني كل اللي جاي مسال بس هناخد المسال التاني وهنكرر فيه نفس الكلام ده شتى تقرار يعلم الشطار المسال التاني هنقول فيه نفس الكلام ولا يختلف معنا بس العلاقة هتلاجوا كل المسال شبه ببعض المختلف فيها العلاقة بس نديك المجموعة سين فيها واحد واثنين وثلاثة المجموعة صات فيها واحد ونص وتلت وخمس العلاقة تعني الف بي يساو واحد الف بي يعني الف بي لما نضرب ألف في بيه ادينا واحد يعني نضرب عنصر من سين في عنصر من صاد يديك واحد المطلوب الأول عايز بيان عين بس مش عايز منسيلها المطلوب التالي بيقول لك هل عند دالة أم لا ولو كان الدالة برضو عايزين مجالها ومجالها المقابل ومداها تعني نجيب العلاقة الأول العلاقة تعني ألف في بيه يسا واحد لما نضرب عنصر من سين في عنصر من صاد يديك واحد تقدر تحلها بطريقتين تعال نمسك الواحد. واحد في واحد بواحد. ايبا انا هاخد الواحد مع الواحد. عشان لو ضربتهم هيديني واحد. طب خلينا في الواحد بعيني. واحد في نص هي النص ما تنفعش. واحد في تلت بتلت. وواحد في خمس بخمس. برضو مش هتنفع. ايبا العددين اللي ضربهم يديني واحد اللي هم واحد في واحد. ده اول زود. تعال نشوف اللي اتنين. شوف اللي اتنين هتضربها في كام عشان تديك واحد. اتنين في واحد باتنين مش هتنفع. لو ضربت اتنين في نص هتديك واحد. اتنين في نص. الاتنين هتروح مع الاتنين هتفضل لك واحد. ايبا الزوج اللي ينفع معنا اتنين في نص. بتاعنا نشوف التلاتة. تلاتة في كم يديك واحد. تلاتة في واحد بتلاتة مش هتنفع. تلاتة في نص مش هتنفع. تلاتة في تلتة هتديك واحد. تلاتة هتروح مع التلاتة هتفضل لك واحد. ايبا فين العددين لو درقته من يديك واحد واحد في واحد واتنين في نص وثلاثة في تلت تقدر تحلها بطريقة التاني المسألة دي او بيقول لك الف في بها يساو واحد العددين اللي تضربهم في بعض يديك واحد اللي هو العدد في معكوسه الضربي اي عدد في معكوس الضرب بتاعه يديك واحد ملحوظة دي خدناه فولعدها دي زي مثلا لو عندنا عدد زي اتنين على الخمسة المعكوس الضرب لو شاجل بناه يبقى خمسة على الاثنين تعاد روبهم كده الاثنين هتروح مع الاثنين والخمسة هتروح مع الخمسة يتفضل لك واحد فانت اي عدد تضربه في معكوس الضرب بتاعه يديك واحد فكلمة الف به يديك واحد تعرف ان الف وبه دول معكوس ضرب البعض هو الواحد معكوسه الضرب ايه هنا الواحد معكوسه الضرب واحد الاثنين لما تجلبها تديك نص التلاتة لما تجلبها تديك تلت يبقى العلاقة بتاعتنا العدد اللي هتدينا واحد اللي هما واحد وواحد والتنين ونص والتلاتة مع التلت كده خلصنا العلاقة عايزين نعرف العلاقة دي دالة ولا مش دالة اعرف منين ابص العناصر صين اللي هما الواحد والتنين والتلاتة هتلاقيهم موجودين في المسقط الاول هدي الواحد والتنين والتلاتة كل عدد موجود مرة واحدة بس ما فيش عدد ناجس ولا عدد اتكرر فهنقول له فعلا العلاقة تمثل دالة لماذا نكتب له الجملة الطويلة دي لان كل عنصر من سين ظهر كمسقط اول مرة واحدة فقط كل عنصر من سين اتكرر مرة واحدة بس طالما دالة عايزين منها المجال والمجال المقابل والمدى اقول له المجال اللي هي عناصر سين والمجال المقابل اللي هي عناصر سات عناصر سين اللي هم الواحد والاثنين والثلاثة المجال المقابل اللي هي عناصر سات كلها اللي هم الواحد والنص والتلت والخمس طيب المدى المدى اللي هو مجموعة صور سين او المسقطة التانية في العلاقة خد المسقطة التانية اللي هم الواحد والنص والتلت البال مدى واحد ونص وثلث شايفين التكرار حلو ازاي؟ ندخل في السؤال الثالث جبل ما تحل السؤال الثالث اجراء كويس عشان فيه كلمة زيادة هنا هتأثر على المثلة بديك المجموعة سين فيها سالب خمسة وثلاثة وصفر المجموعة صات فيها سالب ثلاثة سالب اثنين وصفر وخمسة بيقولك فيه علاقة من سين لصات العلاقة تعني الف معكوس جمعي للعدد به الالف اللي هو السين معكوس جمعي للعدد به اللي هو الصات معكوس الجمعي عن غير الاشارة لكل الف ينتمي سين وبه ينتمي صات فيه كلمة زيادة هنا بيقولك فيه شرط ان الف لا يساوي به الف لا يساوي به يعني العنصر اللي في سين ماينفحش يساوي العنصر اللي في صات هنشوفها تأثر على الحل ازاي؟ نفس المطلوب عايز بيان عين وعايز يمثلها بمخطط سهمة وعايز اعرف عين ده اللي ولماذا؟ طب تعاني حلة عادي فبيقول للعلاقة ألف معكوس جمعي للعدد به العنصر اللي في سين يكون معكوس جمعي للعنصر اللي في صوت يعني نغير الاشارة هي السلب 5 معكوس هاتجمعي مين هنا؟ معكوس هاتجمعي الخمسة بياخد سلب 5 و 5 التلاتة معكوس هاتجمعي مين؟ معكوس هاتجمعي سالب 3 بنغير الاشارة الصفر معكوس يتجمع للصفر هو بعينه الصفر لكن ما له مش معكوس ضربه ليه معكوس جمع بس. بل ما تيجي تاخد تاخد سالب خمسة مع خمسة موجة بتلاتة مع سالب تلاتة وصفر مع سفر. يبى العلاقة بتاعتنا هنا اخد سالب خمسة مع خمسة وتلاتة مع سالب تلاتة وصفر معها صفر لكن الشرط الزيادة اللي كتبوه للمرادة ده بيقول لألف لا يساوي به يعني العنصر اللي في سين ماينفعش يساوي العنصر اللي في صاد ماينفعش يكونوا زي بعض طب انا هنا كتب صفر وصفر صفر وصفر دول زي بعض يبقى ماينفعش ناخدها مع ان الصفر معكود جامع للصفر بس هو شارط علي ان الألف لا يساوي به يعني السين والصاد ماينفعش يكونوا شابه بعض يبقى مش ينفع نكتب الصفر وصفر عشان يصاوبع لو ما كانش كاتب للشرط ده كنا هنكتب هنا الصفر والصفر ان الصفر معكود جمعي للصفر يبقى العلاقة فيها سالب 5 و5 و3 وسالب 3 عايزين نمثلها بمخطط سهم هنا السين وهنا الصاد نكتب عناصر السين كلها سالب 5 وموجب 3 وصفر نكتب عناصر صاد سالب 3 وسالب 2 وصفر و5 تعلمستل العلاقة بس سالب خمسة وخمسة. هعمل سهمة من سالب خمسة الخمسة. وتلاتة وسالب تلاتة. تلاتة لسالب تلاتة. طب المطلوب التاني بيقول لي هل عند الا ولماذا? شنعرف عند الا ولا لا? بص العناصر سين. عناصر سين اللي هم السالب خمسة والتلاتة والصفر. لازم يظهروا كلهم كمسقط اول. ادي السالب خمسة وادي التلاتة لكن مش لاجين الصفر. طالما في عنصر ما ظهرش يبقى دي ليست دالة. سالب خمسة ظهر. والتلاتة ظهرت انما الصفر ما ظهرش. يبقى عين ليست دالة. او ممكن نعرفها بطريقة تاني. لازم كل عنصر من سين يطلع منه ساة. السالب خمسة فعلا طلع منه ساة. تلاتة طلعت منها ساة. اما الصفر هنا ما طلعش منها اسهم. يبقى برضو ليست دالة. طيب بيقول لك لماذا? تقدر تكتبها له اكتر من طريقة. ممكن نقول له لان الصفر لم يخرج منه ساة. او لان الصفر لم يظهر كمسقة اول. يا اما دي يا اما دي. تقول له الصفر هنا ما طلعش منه ساة. او الصفر ما ظهرش في المسقة الاول. نقول له لان الصفر لم يظهر كمسقة اول. ما ظهرش معنا في العلاقة. او ممكن تكتبه له بطريقة تاني. لان الصفر لم يخرج منه سهل لعناصر صاد. طيب بالمرة نحل المثال ده موجود في كتاب المدرسة. بديك اربع علاقات. العلاقة الاولى والتانية والتالتة والرابعة. بيقول لك فين العلاقة اللي تمثل دالة. فهم يستلك العلاقة بس. والله انا عشان اعرف انها دالة ولا مش دالة ببص العناصر صين بس. لازم كل عنصر من يطلع منه سهم واحد بس. الواحد فعلا طلع منه سهم. الاتنين طلع منها سهم. والتلاتة طلع منها سهم. اببال علاقة الاولى تمثل دالة. وما تقولش ان الاتنين والتلاتة طلعين لنفس العدد اللي هو التسعة. لكش ده عبصات خالص. المهم الاتنين طلع منها سهم واحد والتلاتة طلع منها سهم واحد. اببعين دالة. الرسمة التانية سهلة. الواحد طلع منه سهم. والاتنين طلع منه سهم. والتلاتة برضو طلع منه سهم. اببال علاقة تمثل دالة. الشكل التالت عندك الواحد هتلاقيه طالع منه ساهمين. خلاص. يبا دي ليست دالة. لازم كل عنصر يطلع منه ساهم واحد بس. الشكل الاخير الواحد فعلا طالع منه ساهم والتلاتة طالع منها ساهم. اما الاتنين مش طالع منها اسهم. يبا دي برضو ليست دالة. ندخل في السؤال الرابع. السؤال الرابع في حتة صغيرة مختلفة. مديك مجموحتين سين وصاد. المجموعة سين فيها واحد واثنين وتلاتة. المجموعة صاد كتبها لك بطريقة الصفة المميزة. اسمها صاد حيث صاد ينتمطة. يعني الاعداد الطبيعية. وصاد اكبر من اوي وساوي تلاتة واقل من عشرة. يعني الاعداد اللي بين التلاتة وبين العشرة. طيب. قبل ما تحل المثال حاول تكتب صاد بطريقة السارت. يعني تخليها ارقام زي كده. وبيقول لك صاد دي اعداد طبيعية. وصاد اكبر من اوي ساوي تلاتة واقل من عشرة. ايه الاعداد اللي بين التلاتة والعشرة? اللي هما الاربعة والخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة. طب هل نكتب التلاتة نفسها ايوة عشان جايلك اكبر من او يساوي. يبا هناخد معنا التلاتة. طب هلها نكتب العشرة? لا. عشان ما فيش هنا علامة او يساوي. يبا احنا كده كتب نصات بطريقة السرد. فيها تلاتة اربعة وخمسة وستة الحاد التسعة. بعد كما نكمل حل عادي. بيقول لك العلاقة تعني الف يساوي تلت به. او ممكن العلاقة دي يكتبها لك بطريقة تانية يقول لك تلاتة الف يساوي به. عايز بيان العلاقة وعايز يعرف العلاقة دي ده اللي ولو كانت ده اللي عايزين مداها. طيب هي العلاقة اسمها الف يساوي تلت به. يعني العنصر اللي في سين لازم يكون تلت العنصر اللي في صات. تلت يعني نكسم على التلاتة. لو يسمنا صات على التلاتة يدينه العنصر اللي في سين. تعني نجرب هو الواحد تلت مين هنا? الواحد تلت التلاتة. عشان لو بسمت تلاتة على التلاتة فيها الواحد. قلنا التلت تكسم على التلاتة. يبقى الواحد تلت التلاتة. طب الاتنين تلتي مين هنا? الاتنين تلتي الست. لو جسمت ستة عالتلاتة فيها الاتنين. التلاتة تلتي مين هنا? التلاتة تلتي التسعة. لو جسمت تسعة عالتلاتة فيها التلاتة. ابقى الف تلتي بها يعني لما تكسم بها عالتلاتة تديك الف. لما تكسم صدي عالتلاتة تديك السين. في العلاقة اللي هو عايزة هنقول له الواحد تلتي التلاتة والاتنين تلت الستة والتلاتة تلت التسعة ممكن ما يقولكش ألف تلت بيه يقولك تلاتة ألف يساوي بيه هي هي تلاتة ألف يعني تلاتة في ألف لما تضرب الألف في تلاتة تديك البيه لما تضرب السين دي في تلاتة تديك الصوت تعان جرب لو ضربت واحد في تلاتة تديك تلاتة باناخد واحد مع تلاتة لو ضربت اتنين في تلاتة بست بها ناخد اتنين مع الست لو ضربت تلاتة في تلاتة تديك تسعة ابي ناخد الثلاتة مع التسعة هيديك نفس الحال ابي اما يقولك ألف تلتي به او يقول لك ثلاثة ألف يساوي به المطلوب التاني عايزين نبين ان هي دلة وعايزين مداها كلمة بين ان هي دلة يعني هي دلة بالفعل بس عايز يعرف السبب وعايزين كمان مداها طب هي ليه دلة نبص لعناصر سين اللي هم الواحد والاثنين والثلاث ادي الواحد والاثنين والثلاث كل عنصر في سين ظهر كمسقط اول مرة واحدة فقط يببين ان عين ده اللي عايزك تكتب السبب اقول له لان كل عنصر من سين ظهر كمسقط اول مرة واحدة فقط عايزين المدى المدى اللي هو المسقط الثاني في العلاقة اللي هم التلاتة والستة والتسعة بالمدى هيساوي تلاتة وستة وتسعة ناخد مثال في الكشكول بعد كده نكمل المسائل المسال الخامس هنا مديك المجموعة سين فيها واحد واثنين وسلف واحد والمجموعة سات فيها اثنين واربعة وستة وتمانية العلاقة بتاعني بيه بتساوي اثنين الف زيادة اربعة بيه بتساوي اثنين فيه الف زيادة اربعة معناها هتمسك الالف تضربها في اثنين وتجمع لها اربعة عشان تديك البيه الالف اللي هي السين والبيه اللي هي السات وبيقول لك اثنين الف زيادة اربعة يعني الالف هتضربها في اتنين وتجمع عليها اربعة عشان تديك الباه كل عنصر من سين هتضربه في اتنين وتجمع عليها اربعة تشوفوا يديك مين في صات اعتبر هتعوض هتحوش الالف دي تعوض عنه مرة بواحد ومرة باتنين ومرة بسالب واحد تعال نجرب الواحد الواحد هضربه في اتنين وهجمع عليه اربعة اتنين في واحد باتنين اتنين زي ضربة ست هل في ست هنا؟ ايوة في 6 ولما ضربته في 2 وجمعت عليه 4 انا 6 ايوة اول زوج في العلاقة هيساوه 1 و 6 نفس الكلام هنعمله للاتنين الاتنين هيضربها في 2 وهجم علىها 4 شوفها ت rootedي من هنا 2 في 2 به 4 4 زائد 8 هل موجودة 8 هنا ايوة موجودة 8 الاتنين هناخدها مع الثمانية ايبا تاني زوج اتنين واتمانية اخر عدد السلب واحد هادربه في اتنين وهجمع ليه اربعة اتنين في سلب واحد بسلب اتنين السلب اتنين لما اجمع عليها اربعة تديني موجة باتنين سلب اتنين زاد اربعة بموجة باتنين هل موجودة الموجة باتنين هنا؟ ايوة موجودة ادي الاتنين ايبا السلب واحد هناخده معي الاتنين ايبا تالت زوج سلب واحد واتنين ايبا انا كل عدد في سين مسكته ضربته في اتنين وجمعت عليها اربعة اشوفها يديني مين في صاب يعتبر زي التعويض بالظلط طيب هل عند دالة ولماذا نبص لعناصر سين اللي هم الواحد والاتنين والسلب واحد قدي الواحد وقدي الاتنين وقدي السلب واحد كل عنصر من سين موجود كمسقط اول مرة واحدة بس يبقى عند فعلا تمثل دالة عايز يعرف السبب تكتب له السبب لان كل عنصر من سين ظهر كمسقط اول هتكملها هنا وندخل في المثال اللي بعده الصفحة جبل الاخيرة هنا هناخد فيها شوية مسال اكمل اول مسألة عايز مدى الدالة التي بيانها واحد وثلاثة اثنين وستة ثلاثة والتسعة هو مديك بيانة الدالة على طول عايزك تطلع منه المدى المدى اللي هو مجموعة صور المجال مجموعة الصور اول مسقط التالي لهم التلاثة والستة والتسعة يبقى المدى اللي هم التلاثة والستة والتسعة تاني مسألة عايز تعريف المدى المدى هو نجط تعريف المدى هو مجموعة صور عناصر المجال مجموعة صور المجال المجال اللي هو سين تتجرى كده بنقول الواحد صورتها التلاتة اللي اتنين صورتها الستة والتلاتة صورتها التسعة هالصور دي اللي هي المسقط التاني اسمها المدى وهي مجموعة صور المجال المدى ده بيكون جزء من مين من سين ولا صاد المدى بيكون جزء من صاد بنجيبه من صاد اللي هو المجال المقابل فالمدى بيكون جزء من صاد اللي هي المجال المقابل اخر مثلة في الاكمل بيقول لي زا كان الدال دالة من سين الى صاد سين تسمى نغط وصاد تسمى نغط احنا السين بيقول عليها المجال والصاد بيقول عليها المجال المقابل يبقى سين تسمى المجال وصات تسمى المجال المقابل نختم الحصة بمثالتين خلي بالك في اخر مسالتين ان هما الاتنين عكس بعض اللي هما مضعفات العدد وعوامل العدد سؤال الاول مديك مجموعة واحد اسمه سين واحد واثنين واربعة وست قلنا بمثال علاقات لمديك مجموعة واحدة كررها مرتين سين هنقررها مرتين هنكتبها واحد واثنين واربعة وست العلاقة بتاعني الف مضاعف ب العدد اللي في سين الاولى لازم يكون مضاعف للعدد اللي في سين التانية يعني ايه مضاعف مثلا لو مسكنا عدد زي التلاتة عايزين مضاعفات التلاتة مضاعفات العدد بتبدأ بالعدد نفسه اللي هو التلاتة عكاية زيو التلاتات زيو التلاتة تبا ست زوّت 3 9 زوّت 3 12 وهكذا وفي ملحوظة الصفر مضاعف لأي عدد يبقى مضاعفات العدد يبدأ بصفر وزوّت زي العدد نفسه والعدد هنا 3 يبقى زوّت 3ات هتلاحظ حاجة في المضاعف ده مضاعفات العدد لازم تجبل الجسم على العدد يعني الـ 12 تجبل الجسم على 3 فيها الأ4 9 تجبل الجسم على 3 فيها التلات 6 تجبل على 3 3 تجبل على 3 فيها الواحد 0 يجبل على 3 فيها السفر يبقى مضاعفات العدد بتجبل الجسم على العدد فأنت عشان ما تتلغبطش أول ما تشوف كلمة ألف مضاعف ب اعزفها واجتب بدالها ألف يقبل القسم على ب ألف مضاعف ب هي بعينها ألف يجبل الجسم على ب لازم سين الأولى تجبل الجسم على سين التانية تعال نجرب هل الواحد يجبل الجسم على الواحد؟ أيوة واحد على الواحد فيها الواحد إبقى أول زوج معانا هناخده واحد وواحد هل الواحد يجبل على الاتنين؟ لو معاك جلم ينفح تدي الاتنين؟ لا هل الواحد يجبل على الاربعة؟ افتكرها بالجلم على طول هل لو معاك جاء لم ينفرح تيديه الأربعة لا هل الواحد يقبل على الستة برضو لا إبه هو الواحد يقبل على الواحد بس تعال جرب الاتنين شوف الاتنين تقبل الجسم على مين تحت هل الاتنين تقبل الجسم على الواحد أيوة اتنين على الواحد فيها الاتنين إبه هاخد اتنين مع الواحد الاتنين تقبل الجسم على الواحد خلينا في الاتنين ما نسيبهاش هل الاتنين تقبل على الاتنين اتنين على الاتنين فيها الواحد يعني تقبل الجسم بياخد اتنين مع اتنين. طب هل اتنين تقبل على الاربعة? هل لو معجل امين تنفح تدوم الاربعة? لا. هل الاتنين تقبل على الستة? برضو لا. ندخل في الاربعة. نشوف الاربعة بتقبل الجسم على مين? هل الاربعة تقبل على الواحد? ايوة اربعة الواحد فيها الاربعة. اربعة وواحد. خلينا في الاربعة من سبهاش. هل الاربعة تقبل على الاتنين? ايوة. اربع الاتنين فيها الاتنين. هل الاربعة بتقبل على الاربعة? ايوة. اربعة الاربعة فيها الواحد. بياخد اربعة واربعة. طيب هل الاربعة بتقبل على الستة? حتى اكتبها بالقالة. اربعة الستة هتطلع لك كسر. مش هطلع لك عدد صحيح. يبقى الاربعة متقبلش على الستة. نشوف اخر عدد اللي هو الستة. هل الستة تقبل على الواحد? ايوة. ستة على الواحد فيها الستة. يبقى الستة بتقبل الجسمة فعلا على الواحد. طب ستة بتقبل على الاتنين? ستة على الاتنين فيها التلاتة. يبقى هاخد ستة واتنين. هل الستة تقبل على الاربعة? الستة ما تقبلش على الاربعة مش هيديك عدد صحيح. طب هل الستة تقبل على الستة? اي عدد يقبل على نفسه. ستة على الستة فيها الواحد. يبقى هاخد ستة مع ستة. يبقى كلمة الف مضعف به بشيلها ووقت بدلها الف يقبل القسم على بات. لازم العدد الاول يقبل الجسم على العدد التاني. المسلة التانية عكسها. مديك المجموعة سين اتنين وثلاثة واربعة. سات تمانية وعشرة وحداشر وخمستار. يقول لك العلاقة تعني الف عامل من عوامل ب. وساعات اكتبها لك بطريقة تانية. يقول لك الف تقسم ب. هما الاتنين زي بعض بالزبط. عوامل العدد زي قواسم العدد. طب يعني ايه عوامل او قواسم? لو مسكنا عدد زي الست. وهيزين نعرف عوامل الست او قواسم الست. عوامل الستة يعني نشوف الستة بتقبل الجسم على كام? الستة بتقبل الجسم على الاتنين. بتقبل الجسم على التلاتة. بتقبل الجسم على نفسها وعا الواحد. او شوف الستة كام في كام? ستة اتنين في تلاتة او ستة في واحد. الاتنين والتلاتة والستة والواحد اسمهم عوامل الستة او قواسم الست. تتجارة كده. الاتنين عامل من عوامل الست. التلاتة من عوامل الست. الستة من عوامل الستة والواحد من عوامل الست. طب لو سميت العوامل اللي تحت دي الف. ولو سميت العدد نفسه به. احنا بنقول الاتنين من عوامل الست. مين اللي بيقبل الجسم على مين? الاتنين بتقبل على الستة? ولا الستة هي اللي بتقبل على الاتنين? لأ تهنا الستة هي اللي بتقبل على الاتنين. ستة على الاتنين فيها التلاتة. فلما نقول الاف عوامل من عوامل ب معناها ان البي هي اللي بتقبل على الاف. البي هتكون كبيرة والالف صغيرة. الاف من عوامل ب يعني البي هي اللي بتقبل على الاف. يبقى انت لما تشوف كلمة الاف عامل من عوامل ب ممكن تحوشها وتكتب بدلها ب تقبل القسمة على الاف. وبرضو الاف تقسم ب معناها ان البي هي اللي لازم تقبل على الاف. طيب تعانجي بالعلاقة اللي هو عايزها هي عناصر سين اللي هي الألف وعناصر صاد اللي هي البيه بيقول لألف عامل من عامل بيه يعني لازم البيه تتجبل الجسم على الألف تعال نجرب نبدأ باللتنين نجرب اللتنين مع التمانية هل التمانية تقبل الجسم على الاتنين ايوة تمانية على الاتنين فيها الاربعة يبا انا هاخد فعلا الاتنين مع التمانية ما تقولش تمانية واثنين لازم الزوج مرتب تبدأ من سيل لصوت يبا اول زوج اتنين وتمانية عشان التمانية فعلا تقبل على الاتنين خلينا في الاتنين منسبهاش اتنين وعشرة هل العشرة تقبل على الاتنين ايوة عشر على الاتنين فقال خمسة يبقى اخد اتنين مع العشرة طيب اتنين واحداشر هل الحداشر تقبل على الاتنين الحداشر ما تقبلش على الاتنين طيب اتنين وخمستاشر هل الخمستاشر تقبل الجسم على الاتنين برضو ما تقبلش يبقى انا خدت اتنين وتمانية اتنين وعشر عشان العشرة والتمانية يقبلوا على الاتنين ندخل في التلاتة نجرب تلاتة وتمانية هل التمانية تقبل على التلاتة ما تقبلش 13 اجسم بالقال 10 على 3 مش يديك عدد صحيح يبقى ما تجبلش 3 و 11 برضو ال 11 ما تجبلش على 3 تب 3 و 15 15 تجبل على 3 15 على 3 فال 5 طالما تجبل يبقى ناخدها ناخد 3 مع 15 3 و 15 اخر عدد ال 4 نجرب 4 و 8 هل 8 تجبل على ال 4 ايوه 8 على ال 4 فال 2 باخد 4 و 8 4 و 10 هل 10 تجبل على ال 4 ايوه ما تجبلش 4 و 11 11 ما تجبلش على ال 4 4 و 15 15 برضو ما تجبلش على 4 بل ازواج بتاعتنا 2 و 8 2 و 10 3 و 15 و 4 و 8 احنا نسينا نعرف دل او مش دل طبعا العلاقين دول مش دل انت عندك الواحد فعلا موجود مرة واحد انما الاتنين اتكررت مرتين الاربعة اتكررت 3 مرات والستة اتكررت مرتين طالما عناصر صين اتكررت يبا دي ليست دل نفس نظام هنا عندك الاتنين اتكررت مرتين يبا ليست دل يبا المثالتين دول باختصار عكس بعض الف مضاعف به بحوشة وقت بدلها الف يقبل القسم على به الف تجبل الجسم على به الف هي اللي هتكون كبيرة وبه هي الصغيرة عكسها دي الف عامل من عوامل به معناها ان البه هي اللي تجبل على الالف البه اللي هي الصاد لازم تجبل على الالف اللي هي السين يعني البه هي الكبيرة او ممكن نقولها بطريقة تاني الف يجبل الجسم على به يعني الاول لازم يجبل الجسم على التاني به تجبل الجسم على الف يعني التاني هو اللي لازم يجبل الجسم على الاول بالنسبة للواجب هنحل تمرينين تمرين كتاب المدرسة هتلاقيهم صفحة 4 وصفحة 5 هتحلوهم كلهم وما هتلاقيهم تمرينين في بعض وبرضو كل المسال اللي في التمرين دي هتلاقينا حلنا في الحصتين اللي فاتوا سواء في حصة العلاقة او في حصة النهاردة اللي هي حصة الدالة الناس اللي بتقول لنا معيش كتاب المدرسة هعمل فيديو ازاي تحمل كتاب المدرسة وتخليه معاك على الجهاز سواء موبايل او كمبيوتر الحصة الجاية ناخد اخر درس في الوحدة الاولى دوال لكسيرة حدود شوفكم هناك ان شاء الله